اشتركوا في القناة ومن الحلقة الماضية صوتي عرفوا اني انا بعافية شوي والطلبوا مني توضيح انا شوي منعتي نزلت الايام هاي وجسمي مسك فيروس فشوي بصراع بين المناعة وبين الفيروس وشوي عندي بعض الان انتكاسة صحية الحمد لله رب العالمين ان شاء الله يعني ايام بسيطة باخد انا قاعد ابر مناعة تعزيز مناعة وصفائح يعني ان شاء الله انه في الايام القادمة باتحسن ولكن ان شاء الله انه ما اضطر لدخول المستشفى وعزل انه هيكي بيكون ما اضطر اني انا انقطع عنكم الفترة القادمة ان شاء الله تعالى انه ما منوصل لها المرحلة خلينا نروح الى توقعاتنا اليوم طبعا توقعاتنا اليوم الاحد 15 اب القمر اليوم موجود في برج العقرب طبعا هو انتقل في ساعة 241 دقيقة عصر اليوم القمر انتقل منزلة القلب قلب العقرب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة رح يمكث فيها لغاية ظهر الغد لغاية الساعة 12 و 37 دقيقة ظهرا من ظهر يوم الاحد لا ينتقل بعدها لمنزلة الشولة وهي اخر منزلة تقريبا في برج العقرب هي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط عشان هيك من البداية نجد ان القمر رح يكون اليوم ممتزج يعني لانه الزوايا برضو اللي رح تكون خلال هذا اليوم هي ما بين سعيدة وما بين منتحسة فعشان هيك رح يتقلب القمر طول اليوم بساعاته ونحوسته فنحوسته وساعاته ما رح تكون بالحجم الكبير رح نذكرها ان شاء الله ولكن الاهم انك تنتبهوا للزوايا لانه الزوايا هي اللي رح تأثر على جميع الابراج خلال هذا اليوم بشكل واضح وكبير طبعا القمر بما انه موجود في العقرب فهاي الفترة منكون جميع الابراج منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وبرضو الغيرة وحدتها بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا ليجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين او تجديد تأمين معين وقراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية هي زاوية التقابل السلبية راح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة واحدة وثمنتاشر دقيقة فجرا ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل سلبي اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية التثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام ساعة ثنتين واثنين وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتعزز الخيال الخصب عنها وبيقوى الحدس وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة كلفا والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي بيكون منتصف البدر او نصف بدر يعني بمعنى ربع الاول من القمر وهاي راح تكون الساعة ثلاثة وتسعتاشر دقيقة عصرا بيخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التزديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة و 31 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر والمشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 و 22 دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا القمر بما انه موجود في ورج العقرب خلو المسار القادم راح يكون يوم الاثنين اللي هو يوم الغد 16 ثمانية بيبدأ فيه تمام الساعة 3 و 4 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و 11 دقيقة صباحا يعني مدة هي دقائق معدودة وبعدين بنتقل القمر للقوس اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع سبع ايام في تمام الساعة 9 و 55 دقيقة صباحا بيصير ثمن ايام نسبة الاضاءة 50 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية اليوم منتحسة بنسبة 50 في المية يعني بتعطي طاقة سلبية فعشان هيك بتكون تحذروا من وجود الشمس في البروج رح نذكر بعضها اما بالنسبة للقمر في العقرب حتى يوم 16 ثمانية فهو زي ما ذكرنا ممتزج يعني بتقلب ساعة سعيد وساعة منتحس فعشان هيك ما رح نشعر الا اليوم زي نوع من انواع الخربطة في جميع الابراج انه امتى بصير سعيد وامتى بصير منتحس تقدروا تركزوا على ساعات اللي ذكرناها بالنسبة للزوايا الفلكية ما قبلها بساعتين وبعدها بساعتين تأثيرات السعادة والنحوسة اما تأثيرات الزوايا هاي فهي طيلة النهار رح تظلها مؤثر على جميعها بساعتين تأثيرات السعادة والنحوسة فالممتزجة اليوم بنسبة 15 فلمية يعني بنجد انه 15 فلمية سعيدة بعدين بتصير 15 فلمية منتحسة وهكذا بظلها تتقلب اما بالنسبة العطارد في العذراء حتى يوم 38 ما زال منتحس بنسبة 50 فلمية في الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية منتحس بنسبة 10 فلمية المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 45 فلمية المشتري في الدلو بيتراجح حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10 فلمية زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40 فلمية أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15 فلمية نيبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 10 فلمية بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 عشرة منتحس بنسبة 10 فلمية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر زي ما حكينا هو مستقر في البيت الثامن فعشان هيك شوي بعطي فرص لمكاسب مالية مصدرها بتيجي شراكة أو تعويضات ولكن اليوم صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية وبرضو بتكون تنتبهوا لصحتكم بشكل أكبر بما أنه القمر متقلب فعشان هيك بتكون التركيز على أمور الصحة وأمور عدم توقيع على قرارات أو على أوراق إلاها علاقة بالقروض أو الشراكة أو الأمور المالية إلا بمراجعتها والتدقيق بكل محتوياتها حاولوا أنكم تعالجوا الأمور بموضوعية وتجرد كون حريص على تلطيف الأجواء حاول أنك تستشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع طبعا الشمس بما أنها منتحسة هي موجودة في البيت الخامس عشان هيك ممكن ينشب خلاف أو سوء تفاهم أو أمر عاطفي شوي هيك يأثر عليك خلال هذا اليوم حاول أنك تضبط أعصابك وما تزعل محبينك منك برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر موجود الآن مقابلكم تماما علاقاتكم بالأزواج أو بشركاء المال هو اللي بيكون مسيطر عليكم خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه سوء تفاهم أو نقاش أو حدية بالطباع في بعض الأوقات بسبب امتزاجة الكواكب اللي ذكرناها أو بامتزاجة القمر أهم شيء أنك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك حاول أنك ما تعرض لقاءك للفشل حاول أنك ما تتسبب أو تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن ممكن تشعر بالظلم أو القهر حاول أنك ما تيأس وكون صبور طبعا برضو في نفس اللحظة الشمس اللي موجودة في البيت الرابع لإلك لها علاقة بالبيت والعائلة فممكن تظهر بعض الأعطال أو الالتزامات المرهقة العائلية أو نقاش أو حدث معين يلفت انتباهك أكثر أو يطلب منك أنك تجتهد أكثر فيه فضبط الأعصاب مطلوب برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم طبعا القمر في البيت السادس لإلكم وهذا ممكن يراكم بعض الأعمال عندكم أو يعني يخلي فيه نوع من أنواع الواجبات لزيادة اللي بتطلب منكم تبدو لجهد أكبر أهم شي تنتبهوا على صحتكم بتكون تنظموا اليوم جدوى الغذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة وما تسمح لأي أحد أن يشكك بقدراتك ولكن بدون عصبية ناقش واستفسر عن التفاصيل بكل شفافية أي شي حاول أنك تفهمه يبل ما تبدأ فيه حاول أنك تستشير الخبراء كل الشخص على حسب اختصاصه وعلى حسب اختصاصك أنت وما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وحاول أنك ما تتسرع بقراراتك ممكن اليوم تنشغل بملف أو بمعامل ما القمر الشمس طبعا لأنها برضو منتحسة في بيتك الثالث انتبه أثناء تحركاتك أثناء اتصالاتك أثناء عصبيتك عشان أنت اليوم ما تنفعل بشكل كبير يعني ضبط الأعصاب عندك مطلوب إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد برج السرطان ابتجتازوا اليوم فترة تقريبا منقدر نحكي إنها إيجابية يعني منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع البهجة الإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم بشكل مطلق اليوم الحظ هذا بيجي عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات ممكن تحقق أعمالك تقدم واضح خلال الفترة هاي تحاول إنك تخصص وقت لعائلتك أنت مشحون اليوم بالحيوية والحماسة لما بتابعت مسائلك ولا التواصل مع المحيط ولكن بالمقابل حساسيتك العاطفية عالية جدا فممكن إنه اليوم تحزن أو تزعل أو يصلك خبر شوي يخليك تنفعل على أحد الأحبة أو على شيء عاطفي فيخليك تتصرف تصرفات منتسرعاً الأمر الثاني الشمس اللي موجود في بيت المال وهي منتحسي فهاي بتسبب بعض المصاريف أو الدفعات المالية أو إنه بتنشغل في بعض المسائل المالية اللي بتطلب منك إنك ما تتسرع بتوظيف أموالك ولا بمصاريفك بندك تركز عن مصاريفك بشكل جيد وحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو التبذير برج الأسد بتنهم كل يوم في إدخال تعديل على أمور بتتعلق في المسكن أو بأمر بتعلق بأمور العائلة بتهتم فيه بشكل كبير منكم ممكن يغير سكنه أو يميل لأفراد العائلة أو لمساعدتهم في أمر ما أو إنه يعني بيكون عندك مناسبة عائلية ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة هاي شوي فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات أو بعطل منزلك أو بمناسبة ما ترهيقك حاول إنك ما تهمل صحتك هذا واحد اتنين الشمس ما زالت يعني عن جزء كبير ما وصلت من موليد برج الأسد وجزء وصلتهم ولكن بسبب أنت حاسدتها بتشعر أن طاقتك اليوم ضعيفة أو في نوع من أنواع الفتور أو سهل استفزازك حاول إنك تضبط أعصابك اليوم وتمشي على خير لحد يتما ينتقل القمر يصير موجود بالقوس يعني بساعدك بشكل أكبر وبحسن من وضعية مزاجك أكثر برج العذرة بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم بشكل كبير هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جر هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية في نفس الآن وبدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضح أفكارك بشكل جاد وصريح وواضح منكم ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر صار ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تنتقد حاول قدر الإمكان أنك ما تكون لاذعب بكلامك عشان شوي ما تستفز الطرف الآخر أو يصير لك مشاكل من وراء هاي الأمور الشمس ما زالت موجودة في بيت المتاعب وهاي شوي بترهقك وتسحب من طاقتك فعشان هيك تعتبر الفاترهاي أو اليوم هاد يعني شوي رغم أن القمر في مكان مناسب لإلك إلا أن وجود الشمس منتحسي في بيت متاعبك بتشعرك ببعض التعب فبدك تهتم بصحتك أكثر وبرضو بدك تنتبه من بعض الأشخاص اللي ممكن بيكيدوا لك أو بتآمروا عليك بالخفاء برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحبة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة تعتبر حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم إيش إنك تتفائل بالخير وحاول إنك تنطلق تتحرك اسعى للوفاق والحلول الوسط بينك وبين جميع الأطراف لطف الأجواء وحسن العلاقات كثير رح يكون عندك انشغالات على الصعيد المالي ولكن الأهم برضو الشمس اللي موجوده يعني في مكان نقدر نحكي العلاقة بالأصدقاء والمعارف فممكن شوي اليوم تسمع خبر مزعج أو خلاف ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو سوء تفاهم بينك وبين أحد المعارف يعني بسبب مناسبة اجتماعية أو لقاء أو يخذلك أحد الأصدقاء بشيء أنت كنت بتنتظره أو طالبه منه فيعني تجد إنه هيك الأمور ما مشت بشكل صحيح وصير في خلاف ما بينكم ضبط الأعصاب مطلوب ولكن بالفترة هاي ويقولك ما تكفل ولا تقدم مساعدات ولا تقرض حد مال لأنه صعب جدا أنك ترجع تسترده برج العقرب طبعا بما أن القمر اليوم موجود عندكم ووصل لمنزلت القلب فاليوم عندكم نوع من أنواع النشاط والحيوية وبينجذب لكم أفراد الجنس الآخر أكثر بادروا لخطوة جديدة من شأنها أنها الدعب من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة وخصوصا مع وجود القمر في برجك وبتستعيد اليوم كامل حيويتك وبتتلقى جوابه بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة أو لبشرة سارة بتصلك أو بتصير فيه سعادة لحدث يعني شوي يعني ممكن يكون أنت بتنتظره أو يفاجأك كيف يعطيك شوية سعادة بمناسبة معينة ممكن اليوم تنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدقل حياتك وتعتبر هاي فترة جيدة خلال هذا الشهر ولكن الأهم أن الطاقة عندك متذبذبة خلال هذا اليوم فممكن تنشغل بكثير من الالتزامات هذا واحد تشعر أن طاقتك ما زالت يعني فيها بعض الضعف فالصحة بدك تراقبها وجود الشمس في بيت السمعة بقولك حاول أنك تنجز أعمالك بشكل كامل ما تدخل بصدامات ما بينك وبين رؤسائك بالعمل وحاول أنك ما تشوه سمعتك لأنه الفترة هاي فيه شيء له علاقة بالقانون عليه علامة استفهم فانتبه حاول أنك ما تدخل بمواجهات مع القانون برج القوس بتجتازوا بصورة عامة يوم طبعا غير مريح لا صحيا ولا نفسيا بكرة رح تبدأ مرحلة جديدة ولكن اليوم بدك تظل لك منتبه لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب رغم عدم وجود أي مخاطر يعني كبيرة حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري حاولوا أنك تخلدوا للراحة حاذروا من بعض المحتالين ومن بعض خيبات الأمل الحظوظ قليلة أهم إش أنك ما تجازف بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة هذا اليوم طبعا هذا بالنسبة للقمر طب الشمس اللي موجوده في البيت التاسع اللي من المفروض أنها بتعطيك طاقة إيجابية اليوم منتحسة فعشان هيك منجد أنه ممكن اتصالات مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد شوي تستفزك ممكن إشي إلو علاقة بالدراسة أو الامتحانات يجي بشكل مفاجئ فما يلاءمك النتائج تاعتها فعشان هيك بدك تدرس وتستعد بشكل جيد إذا كان عندك قضية أو أوراق قانونية حاول أنك تتممها بشكل كامل على أساس أنه ما تنحسب عليك ثغرة ويصير الإشي ضدك مش معك برج الجدي بتنشطوا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص ممكن ترتاحوا لهم اليوم أو ترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق ولكن حاول أنك ما تعمل وحيد حاول أنك تشارك وتساعد وتتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب اللي ممكن يوقفوا لجانبك أو يساعدوك في مسألة معينة وممكن أنه يكون وجودهم للترفيه عن نفسك ويكون فيه لقاء غير منتظر ودي يعني ما بينك وبين بعض الأصدقاء يجمعكم بمناسبة معينة طبعا هذا القمر الشمس اللي موجوده في البيت الثامن لألك شوي بتضغط عليك على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك ممكن يصير فيه تأخير في بعض الإنجازات أو في بعض الأعمال أو خلاف ما بينك وبين شريك المال ممكن بنك ممكن ضريبة ممكن تأمين ممكن إشي العلاقة بالميراث أو أموال مشتركة حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك برجع بكرر في الفترة هاي لا تدين حد ولا تكفل حد وحاول قدر الإمكان إنك تدقق على العقود والأوراق بأدق التفاصيل لأنه الفترة هاي سهل جدا خداعك أو سهل جدا إنه حد ينصب عليك برج الدلو يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين عليه واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم ونير رضى المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين حاول إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول إنك تكون هادئ اليوم يمكن يكون بشكل لك نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة تبدو فيها غاضب أو عدائي بدك تحاذر من الخلافات حاول إنه تستغل هذا اليوم لأنه ممكن يكون لك نوع من أنواع التكريم وممكن تحصل على فرصة مهمة الشمس اللي موجودة مقابلك بما إنها منتحسة شوي بتزيد من حديتك وبتخلق لك أو بتخليك شوي بتأثر عليك بخلافات ونقاشات وحوارات حدي ما بينك وبين شريك المال وشريك العاطفة أو ما بين الأزواج تحديدا وفي نفس اللحظة بتفتح مجالات للحوار والنقاش الحاد اللي ممكن يسبب لك خلافات فحاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك وتراقب صحتك وفي نفس اللحظة ما تقرر على شيء بالفترة هاي إلا إذا كنت دارسه مزبوط ومستشير أهل الإختصاص فيه على أساس أنه ما يصير فيه نوع من أنواع الفشل اللي ممكن يأثر عليك بشكل سلبي مستقبلا برج الحوت طبعا اليوم ممكن يصلكم خبر صار من بعيد أو تشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم أكثر من الأيام الماضية هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة ولكن بدك ما تعتمد على الحظوظ بدك تكون مستعد ممكن بعضك يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوية مهمة ممكن تهتم بهواية جديدة بتكون الفترة هاي عندك طاقة وحيوية وبتكون متحمس لمتابعة كثير من المساعي وكمان بيكون عندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل كبير ولكن بما أن القمر اليوم ممتزج متقلب بين السعواء السعادة والنحوسة فإذا كان عندك امتحان حاول تدرس ما تعتمد على الحظ إذا كان عندك تنقلات وسفر خصوصا في الشوارع المفتوحة حاول أنك ما تغامر وما تجازف وفي نفس اللحظة إذا كان فيه نوع من أنواع الأخبار السيئة اللي ممكن تجيك من خارج البلاد من اتصالات تضبط أعصابك بالنسبة لوجود الشمس في البيت السادس اللي هو بيركز على العمل وبركز على الصحة اللي شوي بخلي الأعمال مرهقة زيادة عن اللزوم لأنه منتحس فعشان هيك بتشعر بضغط بتشعر أن الأعمال زيادة عن طاقتك فشوي هاي بترهقك وفي نفس اللحظة بتعمل تقلبات عند بعض الأشخاص على المستوى الصحي بتجيب لهم أشياء مفاجئة أو تعب صحي مفاجئ فعشان هيك بتكن تنتبهوا لعملكم وإنجازاتكم وبرضو تراعوا وضعك الصحي بدون مجازفات وبدون مغامرات صحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر